اوكي يا شباب اهلا بكم مستر بيت واهلا بكم فيديو جدير في حلقة جديدة من بلوكس وفروت في رو بلوكس على القناة فيديو من اكتر فيديوهات اللي بتطلب مني على القناة هي اسلحة العالم التانية ليس اسلحة بالنسبة لاني العالم التالي تنزل هياي. انا عارف ان الحل علام التالي تنزل احا 컬러 وسجل بردو الحلقة دي في نفس اليوم اللي نزل في العالم التالي والجرافيك في اللاعبة بقى بشع. شايفين? شايفين الجرافيك بقى بشع جدا في العالم التالي بعد ما نزل اعمش عارف ايه اللي خزن لكن محتاجين يصلحوا ده بسرعة. الجرافيك بقى فعلا وحش جدا 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 في اللعبة. لأيك يا شباب ده مش موض انه الجرافك وحش ياس الابديت الجديد وحش مش عارف ما جربتوش لسه هل انا يكون بنعمل عليه محتوى برضو لسه مش عارف على حسب فعلا وقتي لان زي ما تقول لكم انا مش يوتيوبر متفرغ انا وراي مسئوليات وراي بيت وكده فانا ما عنديش الوقت الكافي الممكن اكون باستغله في اني اعمل محتوى كامل على العالم التالت لكن هنكون بنحاول نقدر يعني ايه اكون بنحاول نشوف اللي هنقدر عليه واللي هنقدر نصوره تمام مش هنقدر نصوره يوم ما قلاص بفيش مش كده مش هنقوم بنضغط على نفسنا يعني باضافة ان سلسلة بلوكس فروت قربت تقلاص على الانتهاء يا شباب فهنشوف ان شاء الله سلسلة تاني يكون بنكمل فيها غير بلوكس بالمناسبة هنكون بنشوف يعني كده بالنسبة لي وهتوقف شوية كتير على القناة الحد نور تيرجعها تاني اللي ناتعبتو لكن شباب في الحدقة النهاردة نكون بنشوف الاسلحة اللي ايه اللي في الموجودة في العالم التاني من مدافع وليسيوف يعني نكون بنشوف الاتنين يا صدق ولو صدق هنشوف كلتم نشوف الاتنين فهنبتد مع بعض بالمدافعي يا طعا distractions forefront 핸드 مدافع سهله كده ولازيزة ممكن بنشوف ممكن نجيب مدافع ليه؟ طبيعي المدافع دي اه ممكن يجيب ها من اكتر من الطريقة تعاني شوف اول مدفع هنكون بنشوف مع بعض او مدفع هنكون بنشوف مع بعض الاسالي Guillem rifle El thy babylight mark prushin ده? لو ده ايوة ده ده ده. بيقع منه. بنسبة عشرة في المية. تعال بس اولي يكي ناس مش عارف الفاكتور موجود فين. الفاكتور اوان يا شباب بيترازبن كل ساعة ونص من دخولك من بداية السيرفر. مش من دخولك السيرفر. بيترازبن كل ساعة ونص من بداية السيرفر. من بداية تشغيل السيرفر. عشان الناس بتفكر ان او ندخل السيرفر. ما تجد ساعة ونص لأ. طيب قد يدخل السيرفر بدء من فترة. فايه تلاقي عشرة داية وترازبن. لكن الفاكتور يا شباب بيترازبن كل ساعة ونص من بداية تشغيل السيرفر. ستة عشرة في المية ان هو يوقع لك ايه من اكتر الجنز اللي الناس بتستخدمها في العالم التاني لانها بتدي استنات يعني بتوقف بتوقف الدربة بتاعته بتوقف حرقته بتوقف ايه التحرك بتاعه بغض النظر يعني مش عارف اش حركه زي بالعربي لكن تعال نشوف مع بعض كده ها شايفيه شكله ازاي عبارة عن حقيبة وبتمسك مدفع في ايدك وليه الدربة عادية بتاعته دي شايفين بتاعه بطيء برضو لكن حلوته فيه ضربات بتاعته اللي هي الزات واكس. ضربة الزات اولا بدرب زي بومب كده بصوا البومب دي بتوقف ضرب يعني هو بيدرب وضربت عليها هتوقف ضربته. غير كده برضو ضربة اكس دي ممتازة جدا بتعمل زي برضو بتبطأ حرقته جوه دي. تمام? فدي ايه? دي الدربات بتاعته. فالاسيديم ريفل من اكتر الجنس اللي بتستخدم في العالم التاني من حلوتها مع الكمبوهات. يبقى اسيديم ريفل ده ممتاز جدا 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 في الكمبوهات. هتمنى في عدد كون بتجربوه وتكون بتتعاوضوا انك بتلعبو به. ماشي? اهو يعني مثلا لو انا عملت كده شايفين هو اللي حصله هتلاقي واقف كده. الوقفة دي مهمة جدا بانك تعمل الكمبو بتاعك في الايه الميلي او السورد. لكن تاني سلاح حاوزين يكون يجيبه مع بعض او تاني مدفع عاوزين يكون يجيبه مع بعض. ده عنا نبطر نشتريه بحوالي الف وخمسومة من عند اوسب. اوسب مايمان. تعال نروح له. شايفين هطبة كبيرة دي يا شباب? لما تيجي قدامها كده. هتلاقي جزيرة اوسب موجودة في الوش. اه ايا بدأت تظهر. جزيرة اوسب دي عادتين موجود فيها مين? موجود فيها اوسب. هيبقى لك الكابوتشا. بالف اه الف ونصف فرجمنت. ايه الف ونصف فرجمنت. فالف وخمسمائة فرجمنت على كده اهو. زي سترونجست جهد. اوسب. دوقتي اه عاوز تشتري. يا يا يا. اه تيك ماي سلينج شوت. بالف وخمسمائة فرجمنت. ياس اهي. الكابوتشا. اهي. شايفين الكابوتشا دي? الكابوتشا دي اولا اه طبعا هكون بحتاج اعمل لها لكن. ممتازة جيدة جدا سريعة. ممتازة جدا في التلفيل. دي ممتازة جدا في التلفيل وممتاز جدا برضه في النوك باج بتاعة. انتي بتاعها ممتاز. حلوة. او بضربة دي دي. بضربة دي دي حلوة جدا 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 جدا. فهشوف اذا كنتم ممكن اللفع لها. وكون بورها لكم في اخر فيديو ولا مش تقدر بل Gulها لكن هنتكون بالخicle دي الاخر فيفيديو بحيث ان احنا نكون بنجربها مع بعض. لكن تالت مدفع واخر مدفع ممكن تجيبه موجود في سفينة الكورسان. مساء نروح له هناك. يا وصلنا السفينة. وصلنا السفينة. تعال بقى كده اني يجي هنا. اني يجي هنا كده. اعتقد في واحد بيبيع السلاح تالي انه ليس ما اشترتوش. وبيبيعوا بالاكتو بلازم. هتجدهم موجود في كاع السفينة. وطبعا لو مش عايف تنزل تحت منين والدين ايضا لما مش شايف ايه تمشي كده. كده. فكده هتلاقي هنا في ايه في مدخل. تفضل نازل لحد ونتيج على تحت. ماشي? وهتلاقي عندك الشيب انجينيري موجود هنا. وهتلاقي في واحد اسمه الروفاردو. الروفاردو فينك? اهو. موجود هنا اهو. وده لازم يكون معاك خمسة وعشرين اكتو بلازم. اه توك. اه معيش خمسة وعشرين اكتو بلازم. او. المتاجة اجمع خمسة وعشرين اكتو بلازم عشان اقدر اكون بجيب السلاح ده. طيب مش صعبة. وفي واحد هنا اهو ده هو هو. او ده بيدربني عشان معا معا الهاكي. يس. تعال نروح نجمع خمسة وعشرين اكتو بلازم. لما انت مش عارف نجمع اكتو بلازم منين? انك بتقتل البوتات اللي موجودة فوق. طيب اشابه لو انت مش عارف انت معاك كم اكتو بلازم شايفين السلم اللي بيطلع على فوق ده ناحية البص اللي هو بيترازبن. ما اعتقدش ان هو بيترازبن دواتي لكن فيه يحد هنا اسمه اه جوشيم. ده بيقول لك عاوز تعرف كم اكتو بلازم معاك? يا بيقول لدواتي ان معايا سبعتاشر. محتاج اجمع اقتل شوية اجمع تمانية. بعد بجمع التمانية اكون باشتري الجان. فانت احسن لك انك تبتلي تقتل دهوات دول. اوكي شباب لدواتي جبت خمسة وعشرين اكتو بلازم. طيب انزل ننزل تحت. ننزل تحت. الروفاردو. يا دنيا نهار وديت اشوفك المرة دي. الروفاردو. دوك. يا عاوز تشتري البزار ريفل بخمسة وعشرين اكتو بلازم تريد. اهو. البزار لايفل. المسر بتاعه تلتمية. مين مين اللي هب عنده نفسي يقعدي لفل ده الحد تلتمية. الدرابة بتاعه طبيعي هتوبة بطيئة. ننضع ريفل. ونقدر تلفلو. هاكون برهول ضربات بتاعتي يعني في اخر الفيديو. ما ادرش تلفلو ايه باعفته وانتو بتجبوه منين. ولو انتو عاوزين تستخدم واستخدم ولكد انا بنصحش به. الاسيديام ريفل افضل بكتير او حتى الكابوتشا للتلفيل. اوكي شباب كده مدافع العالم التاني خلصة بس محتاجة اقول لكم ان في مدفع اخير اسمه شاتجون وده بتاع ما اتقلش ان حد ممكن تجيبه غير لكن دي تلات مدافع انتو تجيبها. الاسيام ريفل من الفاكتوري الكابوتشا من وصب الف خمسمة فراجمت. وبخمسة عشرين اكتوب لازم ممكن تجيب البزار ريفل من الكورسد شب. بقى ودي تلات مدافع انت ممكن تكون بتستخدمها لو انت لكن لو انت عاوز بقى بتكون بتشوف السيوف وده هو اهم بكتير جدا من الموضوع التاني اللي هو لكن مهم جدا اني نعرف ايه هي السيوف اللي موجود في العالم التاني ونخدهم بالترتيب كده من انت تقدر تجيبهم من اين وحتكون بتستخدمهم ازاي. لكن احب اقول لكم طبعا ان انا حاليا معي كل السيوف معادة السفين البول فيتو والكوكو بتاع لو معايشة السفين دول فهنكون بشوف احد العضاء اللي هيكون بيديني الاكاونت بتاعه ويكون بعرض لكو السيوف دي. لكن حاليا تعال انت عاوز اول سيف مع بعد ممكن تجيبه وهو اعتقد. اللونج سورد ياس. اللونج سورد يا شباب بتجيبه من الدايمون. تعال وريكم بتجيبه منين وايه نسبة اللي هو يوقعه لك. الدايمون موجود ناحية الشجرة دي الجميلة الشجرة اللذيزة قوي دي. يا الدايمون موجود هنا اهو. وده بيوقع لك اللونج سورد بتاعك اللي ببقى ان احنا هنا هنلغبه كده عالسريع. واقعت لي حتى. واقع لي اللونج سورد اهو. نسبة الدروب بتاعته عشرة في المية فتا عندك عشرة في المية نسبة ان هو يوقع لك اللونج سورد. اللي انا مسكوا في ايدي حاليا. الدروب بتاعته اول واحدة انايليت بصوا كده. جميلة. والدروب تاني اللي هي الجلوريوس سماش. ودي بتغبط على الارض. اسف بيغبط على الارض. يبقى ده اللونج سورد. نسبة الدروب بتاعته عشرة في مية هتلاقي كل حاجة ما كنتم عندك عشرة. بعد اللونج سورد تاني سيف ممكن تجيبه من البصات. هو الجرافيتي كين ده. وده بتجيبه من فيجيتا. اتها نروح نوريكم مكان البص فين. البص موجود في الجرين زون موجود في النهاية بتاعت جرين زون هنا كده او. نحيط منطنة النايزك دي وهو موجود هنا. بتاع برضو ايه نتسلى عليه نقتل مع بعض. الشارك من كراتي اوكي قتلنا. وده عنده نسبة عشرة في المية ان هو يوقع لك الجرافيتي كين. الجرافيتي كين درباته هم ضربتين اول واحدة الجرافيتي بوش دي بترجع بتعمل كده او. وتاني حاجة دي بتنزل لك نيازك من السماء. برضو يعني الدربات بتاعته دربات يعني شكلها حلو. لكن مش عملية او للدرجات دي. يعني دي كويسة مش وحشة. ودي برضو مش وحشة. النايزك دي بص شكلها حلو جدا جدا جدا. طمام كنت برضو ايه توجهها زي ما انت عايز. يبدا ده تاني سيف ممكن تجيبه. ده لت سيف ممكن تجيبه اللي هو بتاع اهو. ده. اهو سلح عامل زي بتاع البريس. طبعا اهو دربتين دربة آآ آآ زات اللي هي دي بتعمل بخار بتعمي الناس باضافة لدربة دي. اوو دي برضو ممتازة انك تتنقل بيها حلوة جدا. وطعا بقى نروح نوريكم البوس بتاعه فين اللي هو موجود في جزيرة اللي هي هناك دي. ادي موجود في المبنى ده اللي هو في جزيرة البركان. في العالم التاني. لفل الفمية خمسين. يعني الكلام سهل. نشغل ده كده. ونضرب. كميها ميها ميها ويف. اوو ماتش. موت. موت بس كده شكرا. وادي السموك ادميرال. ونسبة الدرب بتاع الجيتي بتاعته خمسة عشر في المية. طبعا نروح نشوف رابع سيف ممكن تجيبه. دهوقتي ندخل في الصيف الكوية اللي هي لاحتوى الاقوى سيف في العالم التاني. واول سيف ممكن نكون بنشوفه مع بعض اللي هو الرنجيكيو. الرنجيكيو سلاح ممتاز. سيف برضو ممتاز واحتوى من اقوى سيف اللي ممكن تستخدمها في العالم التاني. فا اهو. ياب اهو ده السيف. سيف طبعا سيف الرنجيكيو ازاي بتجيبه انت بتروح تقتل الايس ادميرال او ايس ادميرال. وعد نسبة عشر في المية انه يوقع لك حاجة اسمها الهيدن كي اللي هو مفتاح المخفي. وده بيفتح لك باب بتروح منه تجيب اسلاح. طبعا انا كنت مسور مقطع اه في لحزة الايه الوقت اللي اجيبت فيه اسلاح ده. فاكون بوريكم مقطع دهوقتي وكاين نرجع نشوف درباته. واحد من اقوى سيوف العالم التاني يا شباب هو الرنجيكو. الرنجيكو اسلاح اه سيف مع صح قوي جدا. بيشمل في قوته السيوف زي سو شوي زي بول في تو زي حتى تي تي لكن السلاح ده هو من افضل اسلاحة للناس ممكن تستعملها في العالم التاني. عشان تريد ان تجيب السلاح اللي زي ده لازم يكون معاك حاجة اسمها الهيدن كي. الهيدن كي ده بورا مفتاح بيقع من الروبات آآ من اللي هنا البوتات اللي هنا لكن نسبة ان هو يقع لك من البوتات ضئيلة جدا 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 واحد في المية تقريبا. لكن نسبة ان هو يقع لك من البوس نفس اللي هو الاويكند آآ 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 نسبة من واحد لخمستاشر في المية. هكتبلكم بكتبت كل ده على الشاشة يعني. آآ من نسبة من واحد لخمستاشر في مية وهي وقع لك الهيدن كي. بالاضافة ان هو ممكن يقع لك اللي احنا اشترينا منه لكن حاليا بما اني معايا ده اعتقد بقى انا عاوز اعرف اني باب بيتفتح بالمفتاح ده. فدلوقت عشان نقدر نفتح الصندوق يعني هو فيه صندوق بيتفتح بالمفتاح ده هو اللي فيه السيف. بنيجي هنا. بندخل القوة الرئيسية دي. بنيجي على يمين. مفوت في الحطة دي. بصوا شفتوا. الحطة دي فيها باب سحري بيدخلك على جوة. وهو ده الصندوق يا شباب. هو ده الصندوق. الرنجيكو. الرنجيكو. وليه كده? اوه اوكي بيتحرك. انا محبش السفل بتتحرك بتعفرتني في الليفي لات. لكن خدنا دوقتي ساموراي. خدنا الرنجيكو يا شباب. انا فعلا متحمس اكون بجرب ده معاكل. ان الدمج هنا ممكن يوصل لتلات تلاف. انت عارفين يعني ايه دمج تلات تلاف طبعا انت مكس سورد. لو انت عم حاطة ناكس في السورد. الدمج بتاعه يوصل لتلات تلاف. فخلي بالك ان السيف ده قوي جدا. جدا جدا. فنبسوط جدا ان انا جيبته ده احد اقوى سيف العالمين تاني. وان شاء الله هنكون بالجيب الباقي. وزي ما انت شفت يا شباب ده كانت طريقة ان انت تجيب سيف. والضربات بتاعاتو رنجيكيو. والدربات بطاعتو حلوة جدا. اول ماسي بتاعاتو 350 فمش سهل. اول ضربة اللي هي الزاد. ديمون سلاير. اوه بتعمل فاير بتعمل فاير بشي لتلكو رينجيكيو من اقوى سوف العالم التاني عاوز شوف ضربة الكليك كب كام الف سوائة وعشرين الف ست مئة وعشرين رينجيكيو سيف ممتاز جدا جدا الناس كتير ينصح بي انك تستخدموا بحيث الكمبات بتاعتو اه ودرباته غير كده انا ضربة ممتازة وموضوع ده حاجة حلوة جدا وكريجيت بتاعتو ست مئة الف سوائة وعشرين حلوة 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 ودرباته مش وحشة درباته كويسة لو هتعمل مسلا كومبو اتجد واحدة كده شفتو نايس 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 رينجيكيو سيف ممتاز جدا 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 وياريت تكونوا بتجربوا خامس سيف ممكن لكم بتشوفه مع بعض اللي هو نشوف كده الدراجون ترايدنت الدراجون ترايدنت ده العفرات من عبال ما جبته وده موجود في جزيرة الجمجمة وبيقع من الطايد كيبر سلاح فعلا تعبت فيه عبال ما جبته لكن زي ما شايفين الماسر برضو بتاع الف ستمية سبعة وتسعين اتم تخيلين الف ستمية سبعة وتسعين شايفين لا شايفوه. بعد كده دربة بصو. دربة زاد بتاعته ودربة اكس. واو. واو 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 واو. ده نسبة ان هو يقعلك اعتقد سبعة ونصف في المية. سبعة ونصف في المية بس عشان تقدر تجيب السلاح ده. سلاح ممتاز جدا 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 من الناس كتيرة بتستخدمها على فكرة. انك تعمل كده. وتدير واحدة من دي. اوف. اوفى عن نوك باك. اوفى عن نوك باك. تعال كده يا برنس مع كليكات جي جي داد. جي جي داد. ده الجزيرة تعال ورها لك ووريكم بص موجود فين. اوكي وصلنا الجزيرة تبرا هي اخر جزيرة في العالم التاني. والبص موجود في الخلف هنا في الجزيرة الصغيرة اللي وقرأ. وده بيقع لك حاكتين. بيقع لك الووتر كي اللي بتجيب منها الشاركين كراتي. ويبقى عليك بنسبة سبعة ونص في المية زي ما انتم شايفين اهو موجود زمانه. تعال نقتله. هو افاكرة مش سهل. خبالكو ده مش سهل. ومسهل ليه? ان هو بيعمل لك حاجة اسمه بيعمل لك وده رخم. رخم رخم. انت فين يا كابتل او واو انت هناك. ماشي انا جايل لك. موت بالسلح بتاعك يلا. موت بالسلح بتاعك. بالسلح بتاعك. اهو. ولايت الووتر كي. باي باي. مش عادي اشوف الشاك تاني. شكرا. باي باي. واخدت منه الووتر كي اهو. ده اللي ممكن تجيب منه الشارك من كراتي من المدينة. اللي هنا. بص مش سهل. خياله كل معلومة دي. بص مش سهل. بص محتاج انك تركز. وتقتلو الان سي بست ده رخم 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 سئيل 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 يعني. اوكي. بتروح تمسك كده الووتر كي. تروح تجديه لده. ياس اه انا معايا. يا انا معايا. فاللوة الووتر كي ده ملوش اي تاتين لازمة دلوقتي. ببيني جبت الاسلوب ده. لكن يا شباب فيه سلاح كده معايا ممكن تشتريه. واسمه وده السلاح الخاص بالبص اللي موجود فيه السفينة بتاعته الكورسان. تعالوا ريكم تشتريه منين وبقتدي. يبقى الجزيرة بتاعته الكورسانة اهي. احنا كنا هنا من شوية كنا بنشوف موضوع الرايفل لكن دلوقتي هنشوف موضوع اللي هو اكون بوريكم بتجيبه منين. وبعد كده اكون بوريكم ضربات بتاعته. بجيبه شخص اسمه اعرفش بقى هو موجود فين بس هو موجود في احد هنا او هنا. فين ده? او لقيته لقيته الادمين موجود هنا شايفين المنطقة دي? بتيجي هنا هتلاقي فيه او ده هنا كده في النص. اهو. لما تجيبه يتكلمه هيقول لك اه لان انا شتريت منه الميدنايت بلايد. الميدنايت بلايد الشباب اعتقد بميت اكتو بلازم. ما تجيبه يكون معك محوش ميت اكتو بلازم عشان تشتري ده. دلوقتي تعالوا وريكم الميدنايت بلايد. وايه هي ضربتها? بس نلاقيها. الميدنايت بلايد اهي. طبعا الليجندري. بص اولا شكلها من غير الهايكي. شكلها جميل جدا جدا جدا. في شكله فضيع فضيع فضيع. طيب. طبعا نشوف ضرباته. اه لا اه الشغل ده. اول حاجة الدربة العادية بتاعته الف ستوين واثناشر. مش وحشة. وضربة سريعة بمناسبة. دلوقتي الدربة زت. وبتفتح بوابة وبتنطر. اوكي. مية وخمسين. بعد كده عندك ضربة اكس دي هي بتاعته تلات مية وخمسة وعشرين. واسمها داش. حلوة حلوة حلوة. اوه دربةها جميلة. اتضربتها فعلا جميلة. والدابج بتاعها مش وحش. الف ستونية وعشر مش وحش. ولا الف ستونية واتناشر. اوه. والدربة دي في الف ستونية اثنين وتمانين تقريبا. اللي هي الدربة اللي فوق. يا الف ستونية اتنين وتمانين. ده مش مش وحش ده مش ممتاز الصراحة. لازم تكون بتجربوا. ده يعطب عرضه من السيف القوية. ومية اكتب لازم اللي هو انت ممكن وانت بتفرع وانت بتلفل في السفينة تجيب المية اكتب لازم دي وايه وتكون بتستخدم السلاح ده لحد ما تجيب سلاح مسلا زي التي تي كي. فده سلاح ممتاز. بعد كده بعد ما شفنا محتاج اكون بوريكو السيوف اللي هي التي تي كي. تعال كده نشيل ده وناخدهم واحدة واحدة ونشوف مين اول واحد هيقعفوشنا اللي هو اللي هو اهو سادي ادي اول سيف يا شباب من التي تي كي اللي هو سادي. طبعا سادي عنده تدرب بتاعته العادية. واني كده? الف الف ستمية تسعة وتلاتين. اوه الف ستمية تسعة وتلاتين ياس واني كده? لا الف خمسة الف ستمية. الف ستمية تسعة وتلاتين تمام. لان هو ساعد بيديك الف خمسمية. دلوقتي ضربة زات بتاعته. اوه بعد كده اوه حلوة جدا دي. حلوة جدا جدا جدا. يبدأ سورد سادي. لو انت مش عافين ازاي تجيبوا السورد سادي وتجي ازاي تجيب تي تي كي هتلاقي لينك يا شباب اللينك بتاع الفيديو اه بتاع تشوف زوره في الوصف بتاعت لو انت عاوزت تكون بتشوف. بعد سادي عندي واندو وعندي سو شوي. تعال نشوف كده. تعال نشوف كده مين اهو يا. شو سوي اهو. ودي اعتبر برضو من اقوى بتاعت اللعبة. شو سوي ده سيف ممتاز جدا ونادر. والناس كتير بتلعب بيه من غير ما تلعب بالتي تي كي. نفس الدميج بتاع الكات لكن الفكرة نفسها في الدربات بتاعته او دربة لها زت. نايس ممتازة جدا للتنقل بعد كده اتاني دربة لها اكس. اللي هي دي الدميج بتاعها جميل 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 جميل. طبعا شو سوي من اقوى سوف انت ممكن تستخدمها بمناسبة. في ناس بتستخدم شو سو مش بتستخدم اتي تي كي. يبدأ شو سوي بعد كده عندي واندو ده تاعت سيف. واندو كليكا بتاعته برضو اعتقد نفس الدميج الف خمتين بارد اتاني او سمينة تسعة تراتين يعني نفس الدميج تمام. بعد كده الدربات بتاعته اول دربة اللي هي زت دي بتفضل مساكها ممتازة برضو. دربتها ممتازة. ودربة اكس اللي هي تضرب اكتر من مرة. وبيضرب اكتر من دربة في نفس الوقت. واندو على فكرة سلحة ممتازة. ممتازة جدا في الفكرة بتاع ايه? دي بتكسر هاكي التنبؤ على طول. بتكسر هاكي التنبؤ على طول مش بتيديك فرصة انك تشغل هاكي التنبؤ بالاضافة للدربة دي. بتوضيب اكتر من الدربة فده اكتر سلاح حلو للناس اللي مستضر مع هاكي التنبؤ بتكسر هاكي التنبؤ وبقدر تعمل دامج حلو. واندو برضو اعتبر من اقوى السيوف اللي في الماب او مع صحف العلم التاني. نشيل واندو ونجيب بقى اللي هي التي تي كي. سلاح التي تي كي انا راضي عملت اه ايه زي اه ريفيو عليه. مراجعة لكن نشوف برضو سلاح تي تي كي مع بعض. الف وسبعمية. بتاعته اعلى كليكات الف وسبعمية ها. بسو. الدربة بتاعته اول حاجة الوولف فا هي دربة زيت مية وخمسين مستري دي. اوف. زي اي زي داشة لقدام. حلو قوي. بعد كده عندي اللي هو اللي هي بترمية واحدة كده. بعد كده بيديك زي ايه اعصار. وبيدمج دمج مش مش وحش. ودربة سريعة جدا. فالفكرة بالنسبة لي هو المفضل انت ممكن انت حكون بتستخدمه. لكن عندي دلوقتي بعد ما خلصنا موضوع في سفين انا مش عندي السيف اللي هو ما عنديش غير ده. مش عندي. لكي يكون باوره لكم. ويسيف اللي هو كوكو. اوكي شاو دلوقتي هنكون بنا نستعرض اخر سفين موجودين فيه. العالم التاني وهو سيف الكوكو. ويسيف البول في تو. تعالي بترين مع بعض ونشوف سيف الكوكو. فانا هدخلان معي آآ كال. هيكون ايه? هيكون بيستعرض معي السيف لاني مش معي السيف فهو مع كال. فهو اللي هيكون بيستعرض السيف. فأنا لكم بشرح لكم ازاي تجيبها وايه مهمة مميزاتها وكده. ايه في الهيكي وريني بس السيف الكوكو. هو ده مفروض ان هو يكون سيف او سيف او زي ما هم بيسموه هنا. وده عشان تجيبه انت محتاج اولا تقيت اللو ونسبة الدروب بتاعته خمسة في المية. عشان تقيت اللو طبعا محتاج تيم. مفعش تقيت لوحدك. صعب او انك تقيت لوحدك. غير كده انك عشان كل مرة تحاول تقيت فيها اللو فانت بتدفع الف فراغمينت عشان تشتري. فنسبة خمسة في المية مش ايه? مش قليلة. ومش عالية للدرجات دي يعني. في نسبة تانية زي واحد واتنين في مية في الاكسسوريز زي ما اتشوفت في الفيديوهات اللي فاتت. لكن ده سيف كويس. انا عن نفس ما عنديش الوقت ان اقعد افررم على اوردر. فانت اولا سييف صح? سييف يا كال? طيب. تعال هنا كده انا عاوز اشوف الدربة العادية بتعمل كام من غير هاكي والدربة الهاكي هاتون بتعمل كام ده مش? جرب كده اضرب عليه. اوكي اه ضرب عادية ضرب عادية ضرب عادية كليكات كليكات. ايوة كليكات. واني كده? الف وتبنمية خمسة وتمانين. اولا انت لفل كام اولا? عشان اعتقد ان بتاعتك زيادة. انت لفل الفين. اوكي يا شباب. لفل الفين فالف وتبنمية خمسة وتمانين. مش وحشة. مش وحشة. طيب. دوقتي اه تعال نشوف الدربات. انا عاوز برضو دقيقة اكون بوريهم ضربات بتاع سيفة كوكو. اول ضربة اللي هي بحرف زت. اوكي بتعمل تلوبورت يعني بتضربه وبتعمل تلوبورت. طب تاني. طب عيدهم تاني. اوو طب تعمل ايم. اوكي بيعمل ايم بالايم بالضربة بعد كده بيدرب. دي اول ضربة. اوكي جرب كده اضرب. او دي تاني ضربة. اللي هي اللي هي الكهرباء دي تاني ضربة. طيب تمام. واول ضربة اللي انت اللي احنا شفناها اللي هي التلوبورت. حلو عاوز. جميل جميل جميل. دوقتي ده سيف الكوكو وانتو عارفين انت جيبوه ازاي. دوقتي عاوزين بس نشوف اعتبر اللي بيقوا عليه اصعب سيف انك ممكن تحصل عليه في العالم التاني وهو البول فيتو. فهزينا بول فيتو كده عشان نبص عليه. وهو بيجيبوه انت عشان تجيب اصلا البول فيتو لازم تعمل جلاز تكون عامل ايقاظ كامل لفاكهة الرامبل. وده بياخد منك حوالي اربعتاشر الف وخمسمائة فراجمنت عشان تعمل ايقاظ كامل في رامبل. وبالاضافة انت بتعمل ايقاظ لكل الدربات بتاع الرامبل. بعد كده بتخش ريد اضافي. ويكون معك خمس تلف شفراجمنت عشان تجيب البول فيتو. فالبول فيتو يا شباب بيطلب منك ماكسمام يعني مش ماكسمام. عشان تعرف تجيبو تسعتاشر الف وخمسمائة فراجمنت. ده عدد مش قليل. ده عدد مش قليل. ده اعتبر اعلى بتصرفها في اي حاجة عشان تعمل ايه? تجيب كل حاجة بالنسبة للفاكهة. فتسعتاشر الف ونص فراجمنت عشان تجيب البول فيتو ده. طبعا لازم يكون معك البول في وان. من في العالم الاول. وبعد كده بتبتلي ايه? تتطوروا البول فيتو. بخمسة الاف راجمن بعد ما تعمل ايقاظ كامل للفاكهة. فطبعا بس تشوف الكليكات بتاعت هتعمل كامل داميج? الكليكات بس. اوكي الفين. الفين داميج. الفين داميج. واو. اوكي. طيب. اه الدربات بتاعته? اول دربة كده. واني كده اول دربة? اوكي. لايتنينج. حلو قوي. طيب. تانية دربة. اوكي بيعمل بول فلايتنينج كده. وكده ايه بتكاهرة بالكل. حلو قوي. يا جرب علي يا مفيش مشكلة. جرب علي. جرب كده علي اول دربة. اه مش مشغل هيك ولا ايه حاجة. ايه تشغل هيكي. انت شغل هيكي. ايوة. شغل هيكي عشان ايه شطف تضربني. واو. اوكي. نزل من سبعة تلاف لاربعة تلاف. فعمل تلات تلاف داميج. عمل تلات تلاف داميج. طيب. تانية دربة. واو. اوكي. من ستة تلاف لالف. داميج بتاعه ضخم. داميج بتاعه ضخم. غير كده انه هو كان يعني ستة بوينت ات مليون باونتي. فده بيزاود له داميج. بيضافها لدوازل. لكن غير كده هنا هو ايه ليفل ماكس. فده يقول لك ان يعتبر من اقوى السيوف اللي موجودة في العالم التاني. بالاضافة لبقى السيوف اللي قلت لكم. فمفيش حاجة اسمها اقوى سيف. ما محبش كلمة تقوله اقوى سيف لان هما كده في شوية سيوف الطوب تير راح نقعيهم. اه تبقى لها لكن على احساس انت بتلعب بايه او انت بتلعب باني فاجهة او الكمبيات انت بتستخدمها فده بيفرق في استخدامك فاجهة وحتى بيفرق في ادائك فيها. مش تازم الداميج مش كل حاجة هي عبارة عن داميج. كل حاجة عبارة عن اسلوب انت بتستخدمه. وايه? وطريقة لعب انت متعود تلعبها. بالاضافة لانك تكون عارف انت بزاي بتعمل كومبياتك باي سيف هتلعب بيه او حتى باي جن هتكون بتلعب بيها. لكن او ده كان يعتبر كل حاجة في السيوف العالم التاني. كل حاجة بتعود لكم على ايه? على الشاشة. بحيث ايه الامكانيات بتاعت السيوف. فايه اه اتماني فعلي يكون الفيديو عجبكم. واتماني كنت بتاعتوا واستفدتوا فعلا. وطبعا بشكر كال ومستر جريتش على ندوامهم اللي اياه في الفيديو بتاع نهاردة. وان شاء الله هنشوفكم في اقرب فيديو المرة اللي جاية. يلا باي باي. اشتركوا في القناة